تتميز قرية عتس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإنتاج أول صنف مبكر للأرز جيزة 183 والذي يتحمل التغيرات الملاخية في مقدمتها الملوحة ونقص المياه ودرجات الحرارة المرتفعة ليعطي إنتاجية من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان تحمل قرية عتس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ الخير الوفيل لملايين المواطنين بعد أن نالت شرف حصاد أول صنف مبكر للأرز جيزة 183 الذي يتميز بأنه متحمل التغيرات الملاخية وفي مقدمتها الملوحة ونقص المياه ودرجات الحرارة المرتفعة ليعطي إنتاجية من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان الواحد النهاردة عندنا احتفالية بحصاد أحدث أصناف قسم حصر الأرز صنف جيزة 183 ده يعتبر هدية لشعب مصر ووزارة الزراعة والقيالة السياسية في مصر الصنف ده بتحمل ظروف درجة الحرارة العالية بتحمل نسبة الملوحة العالية في الأراضي بتحمل طول فضلات الرأي ونقص المياه الهدف من هذا الصنف أنه صنف مبكر مقارنة بالأصناف الأديمة جيزة 171 وجيزة 172 كانت بتاخد فترة حوالي 160 يوم من الزراعة للحصاد دورة كاملة مثمرة خاضها محصول الأرز كأهم سلعة استراتيجية يعتمد عليها المصريون في تلبية احتياجاتهم من الغذاء تبدأ ب120 يوما مدة الزراعة شتل المنطدم و110 أيام تحت ظروف الزراعة المباشرة وما يطلق عليه التصطير والبضار وتم زراعة الأرز في عدد من المناطق بالحقول الإرشادية لدى المزارعين الصنف ممتاز في صفات الجودة بتاعته وصفات الحبوب والصفات الخاصة بالمقاومة للأمراض والمقاومة للحشرات الصنف دا زي ما احنا شايفين البزور بتاعته والحبوب بتاعته ممتازة صفات جودة عالية اللون بتاع الحبوب ممتاز ما فيش أي تلونات ما فيش أي مشاكل على الحباية احنا عندنا طبعا الصنف جيزة 183 ده بديل إن شاء الله للـ 178 بيعتبر 178 وزن ألف حبة فيه مخافض والـ 188 وزن ألف حبة فيه عالي جدا يصل 27 جرام طبعا احنا بنوفر حوالي عشر طنف عشر طنف ده معناه احنا بنكلم في ريتين ريتين معناه احنا بنوفر حوالي 400 متر مكعب مية ده معناه أن احنا بنرفع كفاية استخدام المياه في الورز يعني عندنا واحد كيلورز النهاردة بواحد متر مكعب أو واحد واثنين متر مكعب مية احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الثاني في انتاجية محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية كونها محافظة زراعية من الطراز الأول بثارق ضئيل عن محافظة الغربية وقد اشتهرت بزراعة محصول الأرز منذ عشرات السنين لتبلغ المساحة المزروعة العام الماضي نحو 338 ألف فدان وصل انتاج الفدان الواحد لبعض أصناف الأرز من 4 وحتى 5 أطنان للأرز رفيع الحبة وهي ما تعد انتاجية ممتازة للغاية حيث بلغ اجمالي نطاق المحافظة بنحو مليون ومئتين وخمسين ألف طن لما تتمتع به حقول كفر الشيخ من جودة الطربة وحداثة الأراضي للزراعة وهو ما يعطيها أفضلية كبيرة من حيث الانتاجية لكل فدان من الأرز